كتير بيقول أنا صليبي كده صليبي إني مراتي تبقى بتتعامل معي بالإسلوب ده أو صليبي نيجوزي بيعملني بالطريقة دي أو ولادي مثلا عندهمك أو صليبي المرض دايما بنسمع أكترية الوقت كلمة أصلا صليبي طيب ما هو بعد الصليب زي مؤتسك كنت لسه بتقول فيه إيامة وأساس المسيحية عندنا هي إيامة السيد المسيح من الأموات إزاي أنا أطبق ده في حياتي إزاي أحسس نفسي أن بعد الصليب اللي أنا عايش فيه وبعد المشكلة اللي أنا فيها أتخطاها وافرح بإيامة المشكلة إيامة المرض إيامة أي حاجة أنا يعني شايفاها أنها صليب وحاجة هم وثقيل علي أولا مفهوم الصليب مش معناه الاستسلام أو اليأس بالعكس الإنسان ليه دور يقوم بيكا بشر وده اللي خلى المسيح لما جي أهم العذر من بين الأموات قال لهم ارفعوا الحجر أوه في حين اللي يقدر يقوم ميت سهل عليه خالص أنه يرفع الحجر لكن ده دور بشري يقدر عليه الإنسان فما يعملوش ربنا مكنة يعني الطالب يذاكر ويكتهد لكن ربنا اللي يدي له النجاح الدكتور يعمل كل مجهوده في تشخيص المرض والدوى لكن ربنا اللي يدي له الشفا فالدور البشري لازم يكون موجود عشان كده ربنا قال هو إذا أنا وقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي ونزل وفتح هاخش واتعش معي ففيه دور للبشر وفيه دور ربنا دور ربنا هو دور إحنا مندرش عليه مندرش نقوم به لكن دور البشر فاللي يقدر بمجهوده وبنعمة ربنا يغير واقع موجود ما يستسلمش لأنه فيه ناس تحت مفهوم الصليب بيستسلموا الواقع كتير مرير مع إنهم في إيديهم يقدروا يغيروه فليه لا إحنا لا نؤمن بالقضاء والقدر ده لدرجة يا قدس أبونا أن مشكلات بسيطة ده حقيقي ما بيردوش يطلبوا أنها تتحل يعني هو ربنا مش عارف أن أنا عندي المشكلة دي يعني هو لو عايز يحلها يحلها ويفضل قاعد مستسلم خالص المشكلة مهما كانت بسيطة ومهما كان حلها سهل صح عشان كده الإيامة قدتنا مفهوم أنه لا يوجد مستحيل أيامة المسيح تختلف عن أيامة كتير من الأموات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد ترجمة نانسي قنقر